اهلا بكم إلى المساء تأهب أمني في الكويت وإجراءات احترازية في السعودية ودول المنطقة وحالة استنفار إقليمي ودولي للوقوف في وجه الخطر الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية الذي يهدد بالتحرك إلى خارج مناطق نفوذه في العراق ما هي خطط وإجراءات دول الخليج لمواجهة الجماعات المسلحة وما هو الخطر الفعلي أمنيا وعسكريا لهذه التنظيمات وهل يعكس تنسيق الجهود خليجيا ودوليا مستوى هذا الخطر هذه الأسئلة ستشكل أبرز محاور نقاشنا لهذا المساء مع ضيفينا معنا هنا في الستوديو مدير مركز ساقل للدراسات الاستراتيجية الدكتور مهند العزاوي ومن الكويت رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام الدكتور فهد الشليمي أما أنتم مشاهدين فيمكنكم دائما المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم والسفسراتكم على تويتر وأيضا فيسبوك إذن أرحب ضيفي وأبدأ معك دكتور فهد الشليمي من الكويت الكويت أعلنت قبل يومين حالة استنفار أمني هل هناك معطيات أمنية تدعو لإعلان حالة الاستنفار هذه أم أنها مجرد إجراءات احترازية دكتور فهد بسم الله الرحمن الرحيم أرحب فيك أخي فيصل وفي ضيفك الكريم الجالس بجانبك الحقيقة الذي ذكر هذا المصدر هي جريدة الشاهد الكويتية وهي جريدة مستقلة يعني جريدة خاصة لكن دائما كل الدول يعني تأخذ إجراءات احترازية ما أرى أنا في مدينة الكويت أو في أي تغيير على المظاهر سواء أن يمكن على الطرق الخارجية صار في علاقة تشديد أو وهذا إجراء يعني تعودنا عليه مرات نشوف نقاط تفتيش لكن ما فيه إعلان رسمي من الحكومة الكويتية أنه سوء أنه مرفع حالة الاستنفار وزارة الداخلية دائما يعني تعتبر من الوزارات الخدماتية الأمنية فقد تعمل يعني نقاط تفتيش تشيك يشمل الأشخاص ويشمل استمارة القيادة والرخص يعني الأمور الروتينية هذه لكن هذا لا يمنع أن أي تهديد يعتبر صحيح حتى يثبت العكس هذه هي أحد قواعد الأمن إذا كان هناك تهديد وهو ظهر على شكل تقريدة من أحد المواقع أنه يقول لك سوف نحارب الأمريكان ولكن عشان نحارب الأمريكان يجب أن نطع الكويت لكي يأتوا وسوف نتحارب معهم طبعا هذا كله بروبوغاندا إعلامية يعني التفكير الهالة الإعلامية وهما يبحثون أيضا عن الهالة الإعلامية أي جماعة متطرفة أو أي جماعة أصولية تستخدم الإعلام الإعلام كمان استخدم في التوعية هم يستخدمون في الترهيب لذلك يعني هذا هو باختصار موجز يعني ما حصل خلال ثلاثة أيام طيب الفائز نعم ما رأيك إذا نرحب بدكتور مهند هنا في الاستوديو يعني هل يستدعي الوضع الآن في العراق على حالة الاستنفار وما هو درجة يعني الاستنفار المطلوب في هذه المرحلة دكتور لا بلا شك يعني نحن نتكلم عن مخاطر وليس تهديدات يعني هناك فرق بين المخاطر والتهديدات التهديد قد يكون هناك فترة زمنية بين الوصول إلى المخاطر أو على القالب بعض الإجراءات ولكن هناك مخاطر حقيقية هناك اختراق الحدود السياسية لدولتين هناك غياب لدولتين لقدرات الدولة وإمكانياتها سواء كانت الأمنية والعسكري وحتى السياسية غير موجودة وبالتالي يعطينا انطباع حتى هذه الشواهد التي اليوم نشاهدها في اليوتيوب ومسألة الانتشار كما أشار ضيفة في الانترنت عبر الفيسبوك أو التويتر هي محاولة ترهيب أو محاولة أحيانا كثير من هذه الصور هي قد تكون ممنتجة ولكن لا يلغي واقع التهديد الموجود اليوم وخطر وليس التهديد أبرز هذا الخطر يعني معاناة إنسانية في العراق هناك ما يطلق عليه عملية التقسيم الناعم والتقسيم الصلب التقسيم الناعم التاخير إلى مكونات تقسيم الوطن والمواطن إلى فئات وهذه المشكلة هي أوجدت منذ عام 2004 وخمسة في العراق وبالتالي تفاقمت السلوكيات الساقة تفاعلت مع بيئة داخلية مضطربة ساخطة أوجدت ما نحن عليه طبعا هناك تساؤلات كثيرة لهذا التنظيم كيف وجدت بها السرعة وقوة هذا التسليح هذه لا تزال نعتقد لن تبحث كدراسة استراتيجية البيئة الاستراتيجية الداخلية والخارجية في المنطقة ولا يزال ينحصر العمل ضمن التهديدات الإعلامية أو حرب التصريحات طيب ما هي المواشرات دكتور مهند التي يمكن من خلالها الإشارة أن خطر تنظيم الدولة الإسلامية لا يقتصر فقط في هذه المرحلة على العراق بل يصل إلى خارجه لا يعني أنا أتفق مع الضيف الكريم من الكويت لن تصل حتى الآن لمستوى أنه يكون هناك خطر على الحدود المتاخمة الخليجية لحد الآن أن إذا خذنا بنظر الاتبار البعد الجيوس يعني عسكري الموجود في تنظيم داعش وينحصر في الحدود الشمالية العراقية والحدود السورية كذلك الغربية الجنوبية وبالتالي هذا بعيد يعني عن مسألة الوصول ما يطلق عليه الإبرار الحربي أو على خير التواصل نتكلم عن حرب لا متناظرة أي معناها تحتاج إلى إبرار إلى وصول ما لم هناك تسهيلات متفق عليه أو محاولة إرهاب أو ترويع مقصودة لتكوين ريع عام قد يكون لدوافع سياسية تكون من جانب ولدوافع أيضا ذلك التنظيمات التي تحول أن تبرز نفسها أنها تشكل دولة وهذا بالتأكيد يختلف تماما طيب يعني دكتور فاد في ظل المستوى الخطر الذي تحدثت عنه أنت والدكتور مهند كيف تقيم يعني تعامل أجهزة الأمنية في الخليج خاصة في المملكة العربية السعودية والكويت مع مثل هذه المخاطر شوفوا أخوي فيصل إحنا علشان يعني بس نكون واضحين خطر داعش الخطر مو من الثلاثين أو الخمسين أو الستين شخص الخطر قد يأتي من شخص واحد هذا الشخص يحط حزام ناسف أو ياخذ سيارة أو صهريج ويدخل فيه منشأة تكلف خمسمية مليون دولار وهو نفر واحد هذا اللي يسمونها الحرب القير تقليدية أو اللي يسمونها الحرب القير متكافأة هذا هو الخوف العمل الإرهابي القير تقليدي وبالتالي يعني داعش إذا يتعاملون معها كدولة ليس لها امكانيات الدولة هم سد الموصل ما قدروا يستولون عليه لكن أنا أتكلم معاك أن التأثير الإرهابي لأعمالها الإرهابية يعطيك مثال التوينز تاور في 2001 قائد واحد طيارة ساقها وسببها المشاكل هذه كلها لهذا السبب الدول تأخذ إجراءات إحنا في الكويت عندنا خبرة في مكافحة الإرهاب لكن إحنا عندنا قلة تنسيق في الخليج وأيضا حتى العالم يعني الأمم المتحدة عندها اتفاقية مكافحة الإرهاب صدرت في 2001 وصدرت اللجنة مكافحة الإرهاب في 2005 وباشرت عملها في 2011 ولكن ما في جدية في العمل نأتي إلى دول الجامعة العربية في اتفاقية مكافحة الإرهاب صدرت في 1998 نأتي إلى اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي صدرت في 2004 في 24-5-2004 وزراء الداخلية وقعوها لكن لم نأخذها بجدية لأن ليش؟ لأن الإرهاب ارتبط بالتطرف الديني وإحنا في مجتمعاتنا الشرقية هناك خيط رفيع بين التطرف والتدمير وبين الإرهاب وبين التدين والتطوع فهذه منطقة حساسة جدا الآن يجب أن تكون الأمور واضحة الأخوة المتدينين وأقصد الأخوة المتدينين عليهم أن يدركوا خطورة وحساسية هذا الوضع سواء في الأعمال الخيرية الدولة عليها أن تنور الناس أيضا السياسات الرشيدة أمور كثيرة الحقيقة لكن أنا أقول لك دول خليج حاسة بهذه التهديدات وأيضا عانت من هذه المخاطر نحن في الثمانينات ضربنا من قبل الأحزاب أيضا المنطقة تعاني من احتقان وهذا السبب الاحتقان الشيعي السني اللي الآن موجود في المنطقة هذه حقيقة ما ننكرها هي داعش دشت منصوب الغائم ومنصوب الأنبار لأنه في بيئة حاضنة سياسات المالك السيئة هذا اللي عطاها البيئة الحاضن لذلك هو الحل كثير الحل سياسي طيب يعني أبقى في مسألة جانب التنسيق الأمني إليك دكتور مهند يعني كيف تنظر إلى مسألة التنسيق الأمني دكتور فاد يرى أن هناك ضعف في هذا الجانب بين الدول خليج ما رأيك؟ لا صحيح يعني هو تشغيل صحيح يعني لا يمكن أن أخذ مسألة التهديد بهدوء يعني أو أخذها حتى لو كان هو شخص سينفذ بالتأكيد سيعتمدون على الخلايا النائمة سيعتمدون على بعض ما يمكن يعني دسه في البلدان ولكن أنا أعتقد من جهة نظري لا بد أن يكون هناك يعني إدارة شاملة أو تنسيق شامل لمعالجة هذا هذا الخطر لا يتوقف فقط في العراق كتبنا منذ زمان عام 2008 أن العراق الثقب الأسود المشكلة في العراق أن هذا الاحتقام كما قال ضيفك هذا الاحتقام الطائفي ولد بيئة مؤاتية لهذه الأعمال في ظل الصخط في ظل ممارسات كثيرة لا يتسنى الوقت أن نذكرها ولكن الحل يبدأ سياسيا من مرحلة من مرحلة أولا يقارنه تداخل مراحل أعلامي بنفس الوقت إضافة للتجديد الأمن والمتابع والمراقب وهذا جزء يعني أكد يكون يومي عمل يومي مستمر لدى دول الخليج ولا بد أن يكون هناك يعني تعاون وتنسيق وغرفة حركات مشتركة على الأقل لمتابعة هذه الأحداث لأنه بطبيعة الظواهر لن تعالجها وتحد منها وتجفف منابعها تنتشر بسرعة وسريعة الانتشار خصوصا في ظل الصدمة الشوك الذي لا يستطيع أن تقوم به بعض التنظيمات عبر استخدام الترويع والترهيب متارة وعبر استخدام الإعلام وسائل الإعلام المتاحة اليوم بشكل كبير نعم لكن قبل الحديث عن مسألة قدرات التنظيم يعني مسألة أيضا التنسيق يعني من عكاس إذن ضعف التنسيق هذا على مسألة موجهة مثل هذه الأخطار لا بلا شك التنظيمات المسلحة والتنظيمات المتشدد الإرهابية هي تبحث عن دائما نقاط الضعف وخصوصا يعني التنظيم يعاني من متابعة هو في الجحور هو يرغب دون الظهور يرغب في سياسة الظهور للآخرين سواء باسم دولة سواء باسم تنظيم سواء باسم ميليشيا هكذا هم تريهم وبالتالي لابد أن تكون المعالجة مثلنا صحية بشكل صحيح تتمتع مراحل متداخلة تبدأ في السياسة بالدرجة والأثنين في التوعية وهذه مهمة جدا إذا ما أخذت الوقاية لا بد أن تعالج خصوص الظاهرة الظاهرة بالذات هي ظاهرة اليوم تنظيم داعش هو ظاهرة أسوأ بظهرة الميليشيا السلطة والميليشيات التي عاثت في المنطقة طيلة عشر سنوات وأوجدت الواقع الحالي وبالتالي نحتاج إلى أولا قراءة متأنية أنا أعتقد حد مسألة دراسة البيئة والقراءة الصحيحة لما يجد هو اليوم مضطرب في ظل التشويش الإعلامي وفي تشويش الرسائل المختلفة وبالتالي لا بد الوقوف على حقيقة الواقع والقدرات وأنا أتفق مع الضيف قدرات هذا التنظيم ليس كما يضخمها بهذا الشكل الإعلام نعم طيب دكتور فاد تحدث دكتور مهند عن نقاط ضعف يمكن أن يتم استغلالها من قبل هذه التنظيمات ما هي هذه النقاط الضعف في رأيك وكيف يمكن تجنب هذه النقاط شوف التنظيمات الإرهابية يعني صراحة دكتور مهند كلامه مضبوط التنظيمات الإرهابية أولا هي تبحث عن البوم الإعلامي الصدمة الإعلامية ليش؟ عشان تاخذ لجتمسي تاخذ الشرعية الإعلامية وتحاول أن تكسب معركة القلوب والعقول عبر المتطرفين أو الذين يشعرون يعني واحد يكره الأخوان الشيعة قال لك هذا لهم ضد الشيعة السن الشيعي يقول لك هذين المتطرفين السنة الآن نأتي مثل ما تفضلت إلى سؤال حضرتك الأهداف الرخوة في أهداف تستطيع يعني إذا لم يتم تأمين لها الحماية ولا تستطيع أن تؤمن كل أهداف الدولة لكن تستطيع أن تخلق يعني مجموعة نظام مراقبة يعني أو مؤشرات تقدر تحمي هذه الأهداف أنا أعطيك مثال نحن في الخليج يعني يعني الناس معروفة يعني حتى تطرف معروف لكن نحن عندنا مثلا الشيء اللي يؤثر أعطيك في السعودية حاولوا مثلا نفجرون محطة بقيك في مرحلة من المراحل وهذه أكبر مصطة على فكرة في العالم وأسعار البترول تختل عليها مجرد بس محاولة التفجير فيها رفع أسعار البترول هذه من الأهداف اللي موجودة صح أنها مؤمنة الآن قد يصور لك قتل ثلاثة وأربعة أشخاص وهو يحط شعاره ويرميهم في منطقة بعيدة سكنية لكن هو رح يطلعها في اليوتيوب بالتالي إحنا يعني منظومة المراقبة يجب أن تكون موجودة أيضا اقتيال بعض الشخصيات المعادية لهم هذا احتمال وارد لأنك أنت لا تستطيع أن تؤمن للشخصيات أنا شخصيا أتكلم في الإعلام وتلقي التهديدات منهم بالتالي أنت لا تستطيع أن تحمي كل الناس الأهداف الكثيرة موجودة ولكن هو يجب أن يدرك أن هذا النظام الأمني لن يتركه يفلت وهذا هو المهم كيف لن يتركه يفلت بوجود نظام مراقبة ووجود تعاون أمني مثال على التعاون الأمني أنا ما أعرف أيش عند الإمارات من معلومات لكن لما يصير اتفاق أمني وهذا اللي يكون نركز عليه في شهر فبراير السابق في موافقة البرلمان الكويتي على الاتفاقية الأمنية الخليجية تبادل المعلومات تبادل المعلومات ووجود جهاز متكامل أو يثنت بعض البعض لهذا السبب مهم جدا أن الجراءات الوقائية الآن تعمل شيء يسمونه damage control حصر الأضرار مراقبة العناصر النشطة بالإضافة إلى المعالجة الحكومية الرشيدة سواء في المسجد أو على المستوى الوطني أو على المستوى الخليجي أو على المستوى الإعلامي داعش خسر معركة قلوب وعقول عندنا في الكويت وفي منطقة الخليج لماذا؟ للمشاهد داعش أكثر ما قتل على فكرة أكبر ضحايا داعش ليس من المسيحيين ولا من اليزيدين أكبر ضحايا داعش من السنة نعم 80% كانت ضد الثوار السوريين لذلك العالم الآن المواطنين الخليجيين وأتكلم عن الكويت بشكل خاص والأخوة في السعودية قد نشاهد بعض الشعارات ولكن هو يدرك تماماً أن هذا التنظيم هو تنظيم إرهابي وأن هذا التنظيم لا يمثل الخلافة الإسلامية وإن دغدغ المشاعر لكن في عقلي أعرف تماماً أن هذا التنظيم هو خاسر طيب يعني مسألة أن يكون فرد دكتور مهند يعني يحمل خطر إلى دولة ما يعني مسألة الخلايا النائمة أو المؤيدين لهذا التنظيم ما يعني ما حجم انتشارها أيضاً في الخليج وممإمكانية تدارك مثل هذا الخطر يعني الذي يصعب يعني احتوائه لا هو جزء من ظاهرة عامة يعني هو ليس يعني ممكن نقول خطر أو نسمي يعني الإرهاب المتنقل يعني هذا قادر يعني بإمكانك معالجة عبر يعني مثل ما تفضل الأخ الضيف من دكوير تحديث دائماً نحن تحتاج إلى التحديث وتواصل معلومات وتبادلها هذا كل شيء مهم يعني يعني اليوم قد يستطيع أن يعبر من أحد البلدان إذا أنت ما محدث معلوماتك عليه ما تستطيع بالذاتة أن تمسك هذا الشخص الذي يقول هذا سيفعل يعني فعل معين أو حدث معين يضخم إعلامياً هكذا الفلسفة بس لا يمكن أن تقفز على حقيقة هذا التنظيم تاريخها متى متى بدل 2011 عندما استخدم لقتال فيما بين السوريين فيما بينهم يعني أنا أعتقد أنه هو جزء من اللعبة لعبة جيو قارية بنفس الوقت إقليمية تكن هناك من ينظر إلى أن أصل التنظيم يعني منذ السنوات منذ أيام الزرقاوي في العراق لا لا أنا أعتقد تختلف تماماً لو تلاحظ يعني السياسات والسلوكيات الهمجية والوحشية والتوحش الذي ننشط فيه هو تشويه الإسلام بالدرجة الأولى وبنفس الوقت هو خلق سياسة متوازنة سياسة العصى والجزرة العصى هي الترويع والتنكيل والإرهاب هذا الهمجي العابر وبنفس الوقت العناصر البيئة المحيطة هذه البيئة التي عانت قمع عشر سنوات وثمان سنوات بدأت تغرى بالمال وكذلك على الأقل خيار الأسوأين عندما تأتي قوات حكومية تقتل وتعدم وتعلق في الشوارع مقابل أن هذا هكذا قراءة هكذا لا بد أن تفكك البيئة أولا أن تعود هذه البيئة إلى أمنها لكي تلفظ كل ما جاء من من تنظيمات إرهابية وافدة أو عقليات شاذة بهذا الشكل تحمل رايات مهما كانت مسميات الرايات الادات طابع عاطفي ولكن نتكلم عن النتائج والسلوكيات أنا أعتقد هي ورقة مخابرتية بكل الأحوال تستهدف المنطقة برمتها وتبدأ بدأت بالعراق وسوريا واحتمالا تنتشر أن يكون هناك معالجة نعم سنقترب إذن ضيفي الكريمين من أراء عدد من المشاهدين وأيضا سنقترب من قدرات هذا التنظيم سنتوقف الآن مع فاصل قصير قبل العودة لاستكمال هذا الحوار ابقوا معنا أهلا بكم مجددا قبل العودة لموصلة النقاش مع ضيفينا هذا المساء نأخذ الآن بعض المشاركات التي وصلتنا من المشاهدين بشأن الإجراءات المطلوبة لمواجهة التنظيمات المسلحة في المنطقة سامح حباش على فيسبوك يقول يجب تفعيل قالون الإرهاب وتغليض العقوبات بحق من يتورط في عمال إرهابية أو مسلحة عماد الناصر من جهته يرى أن مراقبة الحدود وتشكيل لجان أمنية مشتركة والتعاون العسكري هو السبيل الوحيد للقضاء على الجماعات المسلحة خالد مراد على تويتر يقول التنسيق الأمني بين دول المنطقة ضعيف ولا يرقى لمستوى الخطر الذي يهدد كافة شعوب وحكومات المنطقة أما رامي غراب من جهته يرى أن المؤسسات الأمنية في المنطقة لا تزال بحاجة إلى تطوير خاصة أن هناك تجاذبات سياسية وتباين في المصالح أخيرا محمد ذكري يقول لا حل القضاء على الجماعات المسلحة إلى بشن ضربات جوية مباشرة وبتعاون من دول المنطقة لاستئصالها إذن نرحب مرة أخرى بضيفي وأنتقل بتساؤل المشاهد محمد ذكري إليك دكتور فهد يعني يقول لا حل القضاء على الجماعات المسلحة إلى بشن ضربات جوية مباشرة يعني ولايات المتحدة أوروبا ودول المنطقة يعني ربما يكون هناك تحالف بدعوة من الرئيس الفرنسي لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية لكن هل يكفي هذه المواجهة لردع وأيضا تقليل من حجم توسع التنظيم أولا بس خليني أجاوب على المغرد العزيز التطرف سوف يكون معنا إلى يوم الدين هذه الخوارج من أيام سيدنا علي موجود وفي كل مراحل الدولة الإسلامية والفكر الإسلامي هذه الجماعات المتطرفة والأصولية موجودة في التاريخ الإسلامي لكن علينا أن نحصن المجتمع من هذه المجموعات الصغيرة وعلينا أيضا أن نضع العقوبات وأن نطور آليات المراقبة وآليات المتابعة مش بس النسق الأمني في كل آليات المجتمع حتى المواطن علينا أن نثقفه الآن نأتي إلى الضربة الجوية بس خليني نعطي ملاحظة للأخوان في الخليج داعش في خلال سنة وحده جاه عشر تلاف مقاتل أجنبي عشر تلاف مقاتل هذا الرغم دبل الضعف في سنتين في أفغانستان وخمسة ضعاف الرغم في قتال العراق لمدة خمس سنوات يعني الأرغام التي جاءت على سوريا من داعش أعداد كبيرة شاهدنا تغير في طبيعة المقاتلين يجونك شباب اللي في شمال أفريقيا ويأتونك أيضا من فرنسا ومن بعض الدول الأوروبية هذا الأوروبي اللي يجيني أنا ما عندي معلومات عنه هذا يجيني حالق ذغنى ولابس أوروبي ويدخل عندك في دبي أو يدخل عندك في أبوظبي أو يجيني في الكويت ما أعرف عننا أي معلومات لذلك مهم جدا أن يكون هناك تنسيق أول شيء دولي وبالذات الحرب الاستخبارية وقبل التنسيق الدولي إحنا لما نسق إغليميا مع بعض هذه نقطة مهمة الآن استخدام القوة العسكرية لإجهاض الجماعات الإرهابية لا أعتقد هو استخدام القوة محور زين لكن قبل استخدام القوة أنت لازم تعمل دميج كنترول أنت لازم أو شيء تعزله تعزله عن المجتمع تعزله عن البيئة الحاضنة عبر يعني تكفيره عبر جعله أن هذا العنصر منبوث وهذا نستخدم فيه الإعلام ونستخدم فيه ثقافة المجتمع ونستخدم فيه رجال الدين ونستخدم فيه أعمة المساجد القوة استخدامها سهل لكن القوة أيضا في لها شيء سمونا كولاتر الدامج الأضرار الجانبية أيضا هذه الجماعات المتطرفة هو جايك يريد أن يموت هو جاي مرات في بعض الأحيان يجيك انتحاري لذلك وبالتالي حتى الضربات القوية لهم أو الجوية ليش؟ هي مجموعات سقيرة هي مجموعات تتكون من ثلاثين إلى أربعين تشوفهم سيارات ما عندهم الجيوش التغليدية ما عند المدرعات والمدفعية والتكتيك لذلك أعتقد أن محاربة الفكر بالفكر هذا شيء مهم عزل هذه المجموعات عن المجتمع استخدام القوة الاستخبارية والقوة المعلوماتية استخدام المجهود الأمني الدقيق عبر عناصر البارزة منهم طيب يعني كلام الدكتور فهد عن أنه لا أهمية تعزل المجتمع ومحاربة الفكر بالفكر أهم من مسألة الضربة العسكية لكن ما إمكانية تغيير هذا الفكر وسهولة هذا التغيير دكتور مهند؟ يعني أنا أتفق معها تماما يعني الضربات الجوية هم مورفين مؤقت يعني لا يمكن التعويل عليه في ضر الحرب لا متناظرة نتكلم عن حرب لا متناظرة عن جامع مسلحات تستطيع أن تسلل في كل مكان وتنفذ عمل معين وتسوقه علاميا هكذا هو التغيير لكن المشكلة نتكلم عن الفكر بالدرجة لله يعني لدينا سيل من العلماء من المفكرين لن يكون هناك شيء من التوعي بهذا الموجود يعني ما شفنا هذا الشيء إضافة إلى مسألة ركوب موجة الإسلام أو عسكرة الإسلام بهذا الشكل هذه كارثة بالمناسبة التطرف ليس فقط في دين الإسلامي يعني موجود متطرفين في تاريخ الإسلام هناك متطرفين أيضا في كل دول العالم في ميليشيات متعددة ليس ميليشيات فقط إسلامية التطرف وصفة إنسانية موجودة إن غاب القانون إن غابت الدولة إن غابت قواعد الحاكمة للمجتمع ستجد هؤلاء يظهرون إلى الساحة في ظل غياب الانهيار السياسي اليوم في العراق عقدة المشكلة اليوم هو العراق عقدة المشكلة الأساسية هو العراق إن استطعنا أن نجد عامل مشترك في العراق لعادة رسم السياسات في العراق وضبط ما تسمى التفاعل المجتمعي أو حيات ما تسمى يعني تحصين الموارد المجتمعية في العراق من هذه الفوضى الذي أوجد 13 سنوات تستطيع البدء بعملية الحد من قدرة هذا التنظيم وإمكانياته لأنه يعتمد التسلل عبر المناطق المؤاتية أو ما تسمى البيئة الحاضنة عندما تستطيع أن تكسب هؤلاء يعني تكسب عقولهم وتعيد حقوقهم لهم ليستعيدوا وطنهم بالتأكيد سيستطيع إيقاف هذا التنظيم بشكل كبير وجرع عام 2007 بهذا الشكل في العراق استطاع أن يطرد التنظيم القاعدة الذي كم تشدده والآخر وبالتالي نعتقد بالدرجة أن نحتاج إلى أولا تنسيق إعلامي تنسيق معلوماتي بالدرجة الأولى أمني كذلك إذا حل سياسي سريع ومباشر وليس أنا أعتقد تدويل قضية العراق مهمة اليوم لأنه هي الثقب الأسود اليوم إذا استطعت أن تقلق هذا الثقب الأسود تستطيع أن تتكلم بأريحية أكثر في المجال الأمني ولا بد أتفق مع ضيفي التجديد الأمني في كل المرافع على الكل لا يكون على جهة معينة ولا أشخاص معينين لأنه اليوم باتوا يتغيرون في أشكالهم وأنماطهم وسلوكياتهم وبالتالي هذه تمنعهم أود أن أنتقل إليك دكتور فائد بمسألة محاربة الفكر بالفكر يعني كثير من دول خليج قامت بمحاربة الفكر الديني المتطرف ولكن ربما لم تنجح هذه الجهود بالشكل المطلوب كثير من هذه الدول أو كثير من هؤلاء الأشخاص الذين ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية من هذه الدول الخليجية ما تفسيرك؟ لا أتفق معاك الحقيقة يعني المملكة العربية السعودية أحرزت نجاحات كبيرة في الفكر أيضا لما أنت تطلع لي واحد كان موجود معهم يطلع للإعلام يبين للناس نعمل عملية ردع للشباب الطايش لما واحد من خلال التجربة اللي أخاذها لهذا السبب هناك تقصير إعلامي صراحة وهناك أيضا رجال الدين عليهم أن يكونوا واضحين أنت تعرف يعني العمل الجهادي أو الدين بالذات عندنا في المجتمعات الشرقية من الصعب أن تخوض فيه أو تقدم انتقاد تشوف لك واحد لحية طويلة ويذكر الله تقول لك والله صعبة أني أنا أنتقد لا الآن هذا الوضع تقير الآن هذه السمات قد تشوه المجتمع الإسلامي بالتصرفات اللي نراها لذلك مهم جدا أن نتحرك من خلال التوعية الإعلامية هذا رغم واحد رغم اثنين هناك طائفية نحن الآن مركزين أو الإعلام كلها مركز على التطرف السني عفوا التطرف السني بينما هناك جماعات متطرفة من الإسلام من الآخر التطرف الشيعي ولم يتم تسليط الضوء عليها وبالتالي يعطي شرعية لهذه الجماعات المتطرفة السنية أنه هناك أطراف من مقابل الأوروبيين ساكتين عنهم الأمريكان ساكتين عنهم العالم ساكت عنهم مش معنا حنا بس متطرفين السنة لذلك يجب أن تكون المصدرة واضحة وهذا هي القاعدة اللي يجب أن ننشرها حتى يتم تعاون أيضا رجال الدين من الأخوان الشيعة التطرف إذا صار هناك تطرف سوف يمس الطائفتين بكل يعني أنا آسف أقول سنة وشيعة ولكن هذا هو واقع موجود عندنا الآن النسب اللي أتت أتت من خلال المحرضين هناك بعض الأئمة وبعض المحرضين في المساجد على الدولة أن تراقب هذا المحرض وتقول له وحتى المواطن يقول له إذا كنت تريد الجنة أما كان الأولى والأجدى أن تبعث أولادك هذين المحرضين ترى ما يبعثون أولادهم أولادهم يدرسون في جامعات في بوستن وفي جامعات أمريكية هذا المحرض ويجعل أولاد الناس تموت وتنقتل أشكرك إذن الدكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام كنت معنا من الكويت وكل الشكر أيضا لضيفي هنا في الستوديو الدكتور مهند العزاوي مدير مركز ساقل الدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لكم ومشاركتنا حوار المساء وبهذا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم يمكن لمن فاتت حوارات المساء العودة إليها على موقعنا skynewsarabia.com سلاش المساء موعدنا يتجدد غدا من الرياض في الخامسة بتوقيت جرينيج التاسعة بتوقيت أبو ظبي إلى اللقاء اشتركوا في القناة